السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تشتري كاميرا فوجي الجديدة التي هي X106 حتى تتأكد من جودة العدسة لأن هذه العدسة موجودة على الكاميرا التي قبلها هي X100V وأنا استخدمت هذه الكاميرا لمدة سنتين فالعدسة ماشاء الله حادة لديها مشاكل كبيرة وعملت منها طباعة لعدة صور فكانت ماشاء الله عدسة ممتازة ولكن عندما قارنت العدسة الموجودة الآن حاليا وهي نفس العدسة على الموديل X100V والجديدة X106 وهو نفس العدسة وجدت أنه مشكلة في الحدة أنه عدسات ثانية عدسات كومباكت يجب أن تجد نفس الحدة أو أحسن والآن أصبحت البودل الجديد الميجابيكس في الدبل زوده حدود 45 تقريباً فهذا يبين المشاكل موجودة في العدسة وحسب ما شفت في مواقع كثيرة إنها فعلاً هناك مشكلة في الحدة لكن أغلب للأسف اليوتيوبر أغلب الناس الذين يتكلموا ما يركزوا على الموضع دي ويلفك أو يخليك تتوه في مصطفات الأخرى ومصطفات الفيديو ومصطفات الأوتوفوكس أي مانا احتزاز وهذا صراح أمر مهم إنهم أضفوه في الكاميرا الجديدة ولكن كمصور لديهم تركز على جودة الصورة إنه هذا في النهاية المهم فعشان كده أصبر وشوف وتأكد والله إن شاء الله يعني يوفق الجميع وشكراً لكم